صباح الخير على كل مشاهدين على قناة الصحة والجمال اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رؤيا طبعا حبه اهني في البداية كل الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد نهاية السنة وبداية السنة جديدة يارب ان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا حبه النهاردة كمان اعيد على الاخوة المساحين كل عام وحضرتكم بخير وعيد سعيد ان شاء الله بإذن الله اسمحولي قبل ما هبدأ الفقرات بتاعتنا عندي تهنئة خاصة من كل قلبي الى اعزي واغلى انسانة لي في الدنيا امي الحبيبة كل سنة وانتي طيبة يا امي عيد زواك سعيد وان شاء الله دايما يا رب يديك الصحة ويخليك لنا يا اغلى امي في الدنيا هبدأ النهاردة بفقرتنا هم معانا اول فقرة هيكون معايا دي في حلقتنا الدكتور محمد متولي سلطان اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة وعضو الجامعية المصرية لطب الاطفال اهلا بي جافتنا اهلا وسهلا اسمحلي قبل ما هبدأ حلقتنا عايزة كمان اقول ان النهاردة هيكون معانا في الفقرة التانية يعني حمل تطهير المقابر بمحافظة سوهاج يعني هنحاول نعرض لكم بعد الصور للموضوعات اللي يعني اموا بيها الفترة اللي فاتت من تطهير المقابر والاعمال وموضوعات السحر اللي كتير سمعنا عنها خليني بقى ابدأ فقرتنا هنتكلم النهاردة عن ازاي نحافظ على اطفالنا في فصل الشتة وهنتكلم عن اه الامراض اللي بتقابلنا في فصل الشتة والوقاية منها وهنعرف بعض الفيتاليات المهمة وازاي ناخدها من اي مثلا مصادر او ادوية خليني ابدأ مع دكتورنا النهاردة اهلا سهلا سهلا خير سهلا نوري فانديم خلينا بقى نعرف ايه اهم الموضوعات النهاردة للاطفال والمشاكل اللي بتقابلك خلال فترة الشتة بقى الشتة بقى ودخول الشتة اه طبعا وبسم الله الرحمن الرحيم الاول طبعا تبقى فترة الشتة دي فترة تغير جوي صعب جدا على الاطفال خصوصا بقى الاطفال اللي عندهم امراض زي الحساسية المزمنة حساسية الصدر حساسية الانف بيقابلوا الشتة عنيف في السنة دي الحقيقة اه يعني فيروسات الشتة المعروفة الانفلوانزة طبعا كلنا عارفينه اللي هو موجود ومنتشر جدا وبنسمع كل يوم ادوار انفلوانزة ادوار الالتهابات الرئوية ادوار النزلات الشعبية التهابات الحلق التهابات اللستين التهابات الازن الوسطى هي دي اكتر حاجات بنقابلها في الشتة والمعظم بيكون السبب بتاعها فيروسات يعني اشهر حاجة الانفلوانزة اللي هو بتاع الشتة اللي احنا عشان كده كل شتوية بنقول التطعيم بتاع الانفلوانزة لان الانفلوانزة بتتبلور وبتتحور في اكتر من شكل يعني فاحنا بننصح بتطعيم الانفلوانزة ده لكل الناس فوق الست شهور يبدأوا ياخدوا بقى كل سنة كده بينزل التطعيم بتاع الانفلوانزة ده مهم عشان ده اشهر فيروس في فيروسات تانية زي الريسبيراتوريسنسيتيالفيروس اللي هو الفيروس الخلوي التنفسي طبعا ده بيسبب مشاكل برضو زي النزلات البرد وزي التهابات الرائوية والحاجات دي هل يكون فيه فرق ما بين العدوى والفيروس جيلي مباشر ان انا مثلا ما قمتش بالوقاية الكافية اه طبعا هو يعني انهي الاصعب العدوى ولا ان يجيلي البرد من تغيرات جو وتقلبات جو هو عموما فترة التغيرات بتاعت الجو دي بتبقى فترة اكبر للنشاط بتاع الميكروبات سواء كان الفيروسات او البكتيريا فطبعا الفيروسات في فترة النشاط بتاعتها بتبدأ تهاجمنا على حسب مناعتنا احنا بقى واخدين تحصيناتنا كويس بنأكل اكل بشكل كويس بنأكل اكل هلسي فيه فيتامينزو فيه منيرلز بتخلي جسمنا اقوى ونقدر تخلي الجهاز المناعي بتاعنا يقدر يواجه الميكروبات والفيروسات دي بشكل كويس على الاقل حتى في الفترة اللي هي الثلاثة يام الاولانيين اللي هم فترة حضانة الفيروس احنا لو مناعة بتاعتنا قليلة طبعا بنتأثر بشكل قوي جدا صحيح حتى الكبار يعني مش بس الاطفال طب الاطفال اللي في سن لسه يعني حديث ولادة او يعني سنتين تلاتة الفترة دي بيبقى صعبة جدا ان انا اعودهم يأكلوا حاجات هيلسي لان هم في بعض الاحيان حابين زي فراجوا على التليفاجين وبيشوفوا بقى الاعلانات والجونك فودز وحاجات كده فبيبقوا حابين ده اه فبيرفودوا طبعا الاكل الهيلسي فاحنا عايزين نعرف نعمل معهم ايه وازاي نديلهم الفيتامينات المهمة اللي تخليهم يعني او يحد من الاعراض بتاعت بصي من اصعب المشاكل بتاعت دكتور الاطفال في العيادة الام اللي هي اول مرة يبقى عندها طفل فاحنا هنتعامل ازاي مع الكيان الجديد اللي عايش معنا ده اللي هي بني ادم بتتعلم في بني ادم فهي لو ما خدتش ريكمنديشنز كويسة من الدكتور وبقت هي متابعة كويس عارفة هي هتتمشي ازاي مع الطفل ده الاكل امتى اندخل حديد امتى اندخل كالسيوم امتى ندي فيتامين ده امتى انطلعه في الشمس امتى لازم يبقى عندها كل الحاجات دي اه انا هقول بقى احنا كده كده في اول ما الطفل بيتولد طبعا احنا بنعتمد اعتماد كلي واساسي على لبن الام لبن الام ده يعني الابحاث الاخيرة بتقول ان هو دوت بيحمي اكتر شيء الطفل اللي بياخد لبن ام لمدة ست شهور بشكل متواصل الطفل ده بيكون عنده جهازه المناعي وقايته اكتر من امراض الشتاء اللي هي زي اللي احنا جاينا بتتكلم عنها زي البرد والاتهاب الراوي غير التانيين الاطفال اللي بياخدوا اللبن الصناعي طبعا الام اللي بتاكل كويس اكل هلسي واكل فيه فيتامينز وفيه مينرالز وفيه سوايل كتير فاللبن بتاعها بيبقى كسيف ومفيد فبيفيد الطفل في الست شهور دول وبيحسن جهازه المناعي بعد الست شهور الاولانيين احنا بيقول في نهاية الشهر الرابع بداية الشهر الخامس ممكن نبدأ ندخل اكلات بسيطة جدا جدا زي بطاطس مهروسة ومضروبة في الخلاط ممكن نعمل كده لا بص على فكرة احنا كشعب مصري بنأكل من ثلاث شهور لا ما هو ده غلط معدة الطفل ما تتحملش ده ما تتحملش ده احنا انا ببقى شوف حاجات بياخد الوصفات القديمة الأجداد وجدود الأجداد فهي بقى يعني بشوف حاجات غريبة جدا أطفال صغيرة وبتاكل أكلات مش مسموحة تماما ان هي تاكلها في أكلات مش مسموحة بقى ممنوعة يعني مثلا الصفار البيض ده مسموح قبل سنة بياض البيض ممنوع قبل سنة يعني البياض بتاع البيضة ده بعد سنة الزبادي ده بعد سنة اللبن الجاموسي أو البقري أو اللبن الماعز ده بعد سنة ده أكتيل على المعدة اه وفيه أطفال بتتحسس منه وبنشوف حالات كتير عندها حساسية من البروتين بروتين الأبخار أو من البروتينات عموما اللي موجودة في الألبان ودي حالات بدأت تظهر بشكل كبير الزبادي مش ألبان؟ منتجات ألبان يفضل اه ان احنا برضو كل منتجات الألبان دي احنا بندخل بكميات بسيطة في الأول ونشوف فيه أعراض تحسس بتبنى على الطفل ولا لا أعراض تحسس دي زي بصور جلدية بتبدأ أو طفح جلدي على جسمه كده معناها أنه هو وارد يتحسس من ترجيع بشكل مستمر انتفاخات قوية جدا عشان كده نحن نقوله احنا بندخل للأكل احنا مش بندخل كمية أكل كبيرة معلقة صغنانة حاجة بسيطة بالضبط كده ونتابع كده على القلم لمدة 4 إلى 6 ساعات يكون الأكل تهضم ونشوف الطفل هيتأثر بالأكل دو ولا لا أموره كويسة مفيش انتفاخات مفيش مغس مفيش ترجيع يتقبل الأكل بشكل كويس بدأ يهضم ويعمل براز بشكل كويس يبقى خلاص هو ما تحسسش أو ما عندهوش مشكلة من النوع ده من الطعام فإحنا بعد أربع شهور في نهاية الشهر الرابع بداية الشهر الخامس ممكن نبدأ ندخل زي بقولها بطاطس كده مثلا مهروسة ومضروبة كمان في الخلاط طفاح حمسلوق ومضروب في الخلاط ياخده حديد كل الأطفال بيبدأ يحصل عندها دروب في مغزون الحديد اللي هو واخده من الأم اللي بياخده من الأم بيكفيه ست شهور الأولانيين إلا لو كان مبتسر مبتسر يعني نازل قبل التسع شهور ده لازم نبدأ له حديد في الشهر من التاني للشهر الرابع على حسب رأي الطبيب ولكن هم مش بياخده في لبن الأم؟ بياخده في لبن الأم بس النسبة بتاعة لبن الأم اللي موجود فيها كمية معينة لما بيبدأ يزيد عن ست شهور محتاج أكتر من فبنبدأ أن يدخل بقى حاجات من الطعامة بالحديد يأما فورم طبي يأما بندخل أكلات يكون فيها حديد طيب ده بالنسبة للطفل اللي بيردع رضاعة طبيعية اللي بيردع رضاعة صناعية اللي بيردع رضاعة صناعية ده بقى لأسباب إيه؟ إيه اللي بيخلي الأم اضطرت أن هي تردع رضاعة صناعية وارد أن الطفل يكون هو اللي رفض نظر عن أنه هو فإذا هو الطفل ما بياخدش الغيزة الكفاية بالضبط بالضبط لأنه محروم من الرضاعة طبيعية لأنه كمان الألبان الصناعية مش زي طبعا اللبن الأم ده لا يقل عليه الحقيقة يعني كل أبحاث العلمية وكل الكتب بتكلم أن ده زابست بريست الزابست يعني اللبن الأم هو أفضل شيء في الرضاعة لكن لو إحنا محرومين أو عندنا مشاكل في الرضاعة أو عندنا مشاكل على مستوى الحلمة أو على أو على مستوى السادي أو على مستوى إفراز البرولكتين اللي هو بيخلي اللبن يبدأ يبقى موجود ده بنتطر بقى أن إحنا خلاص كده ندخل artificial feeding بقى الألبان الصناعية اللي هي البدرة الألبان البدرة بقى نوحة طبعا طبعا بيعني مشاكل كتير والله بقى هو دلوقتي إحنا في الوضع اللي حارك بسأله عليه ده إحنا مضطرين إن إحنا لأن ما فيش بريست ملك ما فيش لبن أم فإحنا لازم نديله لبن آخر ومستحيل يكون لبن ماعز أو لبن أبقار أو لبن جاموسي فهو الفرم للموودة artificial الصناعي البدرة الولد أو البنت اللي بيرضاعه رضاعه صناعي أقدر أوقف عن نوم الرضاعه الصناعي زي اللي بيرضاعه طبيعي ولا بدري شوية علشان يعني البودر دايما بيعمل إمساك مثلا للمعدة بيبقى شوية تقيل على المعدة غير الطفل العادي هو إحنا كده كده الطفل الست شهور الأولين دول منداتوري منداتوري يعني إلزامي لازم رضاعه على لبن لبن artificial صناعي أو لبن طبيعي لو موجود طبعا يبقى أفضل It's okay بعد الست شهور بنبدأ نطعم بقى بحاجات زي الحبوب اللي موجودة في السوق اللي بتتحط على مية وبتتعمله ويبدأ يطعم منها الطفل بكميات قليلة دوارد ممكن نبدأ ندخل عصير فرش زي عصير التفاح زي عصير البرتقان ممكن بقى حاجات احنا محتاجين مثلا الحديد فمحتاجين الحديد أكتر حاجة موجودة في الدنيا من الحديد مش العسل اللي سود هو اللحمة اللحوم الحمراء بس الطفل في السنة ده ما بيقدر لا ممكن بقى نضربها في الخلاط يعني نبقى كمية قليلة نسيرة مثلا أو حاجة خفيفة جدا حتة لحمة نضربها في الخلاط وانطعمه بس منها ياخد كمية الحديد إلا هو محتاجها ده بالإضافة لو احنا ما حبناش ده أو احنا مش مواصبين على ده أو الطفل مش متقبل ده بنبدأ ندخل صبل منت اللي هو الأدوية اللي بيبقى فيها الحديد طب بالنسبة لفصل الشيطة بقى والفيتامين المفهوض أخذوا علشان أقوي الطفل من نزلات البرد يعني الفيتامين فيتامين سي هو ده فيتامين الأساسي من بيرتوش ياخذوا آه يعني لا في منه بقى فورما برضو نقطه في فورما منه للكبار شوية راسه ولكن الطفلة أو الأدوية أو الكاميكة أو الحاجات مش مؤسرة على الطفلة لا هي بالفيتامينز ملهاش صيد إفاكت كتير يعني مبقاش لها أعراض جانبية كتير لكن لو احنا قدرنا نستمد الفيتامين سي من الجوافة عملنا عصير جوافة والطفل تقبله ده أحسن بكتير جدا عملنا عصير لمون عملنا عصير برطقان الكيوي الفلفل الألوان كل دي حاجات فيها فيتامين سي صحيح اه محتاج كمان دلوقتي الحاجات اللي فيها الكاروتين الجزر الحاجات فيها فيتامين ايه دي محتاجها جدا عشان تقويد جهاز المناعة صحيح بالنسبة له في فصل الشطر طيب أنا عايزة أسأل حضرتك عن الالتهاب السحائي وأعيزة تتكلم شوية عنه لأن الفترة اللي فاتت يمكن بوم كان فيه بوم اه ناس كتير اتكلموا وقالوا إنه في حالات وفاة تم اكتشافها ويعني حضرتك بقى أشرح لنا الموضوع طيب هو الالتهاب السحائي ده مرض موجود يعني احنا فيه الالتهاب رعوي عارفينه كلنا وعلى فكرة الالتهاب الرعوي دوت في أمريكا الاطفال الأقل من خمس سنوات هو أكتر سبب للوفاة يعني هو مش الالتهاب السحائي هو الالتهاب الرعوي اللي احنا كلنا بيجي لنا وبنخف منه فالالتهاب السحائي دوت مرض زي بقية الأمراض بيسببه أحيانا فيروسات وأحيانا بكتيريا في السن الأقل من خمس سنوات هو شائع جدا وموجود يعني موجود لو رحنا مستشفى الحميات دلوقتي أي مستشفى حميات هنلاقي طفل طفلين ثلاثة موجودين ومحجوزين باللتهاب السحقي وفعلا ليه علاج ولا وليه علاج آه بياخدوا العلاج ومضادات حيوية هو الإشاعة طلعت أو البوم طلعت أنه كان فيه مدرسة كان فيها طفل قالوا أن ده عنده التهاب السحقي هو مريض للتهاب السحقي لازم يتعزل فما طلع أن الطفل ده عنده التهاب السحقي فعلا أو كانت الأقويل أنه عنده التهاب السحقي فقالوا لأ نقفل المدارس وما نوديش الطلاب المدارس عشان العدوى هتوصل لكل أولادنا فما نروحش المدرسة لكن لما الحالة دي راحت وخانت علاجها كانت فيسكندرية أعتقد دي كانت بنت أعتقد آه كانت فيسكندرية تقريبا وتعمى الشفاء لأنها بالفعل البنت طلعت تصريحات وتكلمت بالضبط كده فهو ما فيش وباء ما فيش عدوى منتشرة ما بين الأطفال لا ما فيش ما حصلش ده وما تسجلش في وزارة الصحة أرقام إيه خوفهم من كل الالتهاب السحقي يعني 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 هو طبعا طبعا أشهر حاجة فيه اللي هو التصلب بتاع الرقبة الطفل طبعا بيجيله ارتفاع في درجة الحرارة زيه زي البرد زيه زي اعراض الشعب الهوائية زي التهاب الأذن لأنه بيوصل لتسعة وتلاتين واربعين فبيبقى أرقام عالية على طول يعني حتى بناخد أدوية بياخد خطرة يعني لا 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 حتى لما بناخد الدواء اللي هو مثلا خوافض الحرارة ساعة أو أقل من ساعة يمكن كمان تلاقي درجة الحرارة رجاء التاني أربعين فده بيقول لي ان احنا لازم نبدأ ندور في الحتة بتاعة انه ممكن يكون فيه التهاب في الأخشية الصحائية بتاعة المخ حاجة زي اللي قدر الله التشنجات دي بيارضو بتوجهني لو تفيه دور عدوى اه ارتفاع درجة الحرارة التشنجات واردة التيابوس بتاع الرقبة ده طبعا ده حاجة بتلاقي الطفل مش قادر يحرك رقبته ودرجة حرارته عالية جدا ده احنا بنشك ان العيان ده محتاج نعمله حاجة اسمها اللي هو العينة من النخاع الشوكي وبنحلل فيها حاجات معينة بتوضح لنا ده هو التهاب صحائي ولا لا ولو التهاب صحائي هل هو التهاب فيروسي ولا التهاب بكتيري والطفل بيتعالجه بياخد علاجه واموره بتمشي كويس طب احنا عايزين يعرف بيجي يعني هو مؤخرا الكلام ده احنا سمعنا عنه ولكن ما كانش موجود قبل كده اي عدوى فيروسية او بكتيرية ممكن يجي من هرب السيمبلكس يظهر على البق في البدايات الحاجات القرح الجلدية البسيطة بتعالج شي طفل ما بيأكل شي منعته قليلة يبدأ الفيروسي ينشط بشكل مختلف ينشط يعدي الحاجز بتاع المخ ويبدأ يوصل للمينجيز اللي هي السحية بتاع المخ يبدأ يعمل فيها التهاب يبدأ الطفل يتأثر تشنجات فقدان في الوعي أحيانا ارتفاع في درجة الحرارة طفل مش مظبوط ساعات بيهالوس بيحصل بالنسبة له يعني ساعات بيفقد الوعي بيوديني دايما الحاجات دي مع طفل سخن ان احنا عندنا اما انكيفالايتس اما منينجايتس اللي هو الالتهاب في الاخشيات السحائية بتاعة المخ طيب احنا عندنا وممكن بكتيري طبعا هو احنا كمان ممكن نتحصن منه هي دي بقى الحاجة الكويسة اللي موجودة دلوقتي المدارس طبعا بتحصن ولكن في سنة أجل قبل ما هتكلم عن التحصين والوقاية كنت أحب أسأل حضرتك ازاي يعني هل دلوقتي تم لي مصل مثلا ايوة فندم هو ده المتحصين بالفعل اه ده موجود وده موجود في وزارة الصحة بالطعم في المدارس من زمان كل الأطفال بتاخد التطعيم بتاع الالتهاب السحائي ولكن بياخدوه في سن خمس سنوات تقريبا اللي هو اكتر يعني من اتنين لخمس سنوات وزارة الصحة بالطعم في السن ده الملحوظ ان في حالات كتير قبل سن سنتين بيحصل ان يبقى محجوزة في المستشفى بسبب التهاب السحائي طب ويكون ليه بقى يعني مثلا فيه تطعيم موجود دلوقتي في المصر واللقاح وموجود في مصر دلوقتي باقصد طفل تحت سن السنتين ممكن يجيله اه ممكن يجيله طبعا هو التهاب بس التهاب لدرجة وصوله العنيفة جدا مع مناعة الطفل القليلة والاكل اللي مش كويس ممكن يوصل للمخ يعمل التهاب في المخ فهو التهاب ممكن يجي في الرئة ممكن يجي في البطن ممكن يجي في يعني في في الحل ممكن يجي في المخ فهو ده التهاب وده دور ما هو بقول الحقيقة هو التهاب السحائي موجود زي التهاب الرئوي زي التهاب الشعب الهوائي زي التهاب موجود فبس التحصين منه دلوقتي فيه حاجة موجودة في السوق وموجودة طبعا في المصر واللقاح تطعيم من فوق سن شهرين يعني من بعد سن شهرين اديله المصر بتاع الالتهاب السحائي يبقى أنا حميته من سن شهرين وما استناش لحد سن أنا حابة بس عايزة أناشد ناس معينة كده لأن مع الأسف إحنا بنروح المصل واللقاح بنروح عيادات خاصة أوقات كثير ما بنلاقيش المصل اللي الطفل محتاجه ويعني يمكن حضرتك تعلم إنه في بعض التطايمات إحنا المفروض نسأل عنها بتنزل مرة في السنة يعني الموضوع بس أنا هوجه برضو هوجه برضو للتطايمات اللي إحنا هو مين حق طفل إنه هو لازم يطعم يعني طفل لازم ياخد كل تحصينات هو المفروض كل الأطفال تاخد كل تحصينات يعني في الدول اللي حوالينا الدول اللي مش الأجنبية بس الأجنبية والخليجية والعربية بيطعموا التطايمات اللي هي بالنسبة لنا إحنا اختيارية في التطايمات العادية خالص بتاعت كل الأطفال تطايم الشهرين بيبقى معايا تطعيم الروتافيروس مثلا وتطعيم البي سي بي اللي هو بتاع المكاورات الرئوية كل الأطفال بتاخده لكن هنا ده مش بيبقى متوفر فلازم الأطفال لازم الأهالي يبقوا عارفين هياخده إيه؟ لأن ده طفل يعني ابني مثلا هيروح الحضانة فوالد جدا أنه يدخل التايلت في المفروض تطعيم معين في المصل واللقاح لازم الطفل ياخده أو أنه لا لا تطعيماتكم لا متوفرة دلوقتي التطعيمات متوفرة لا لا موجودة لا لا في فاكسيرا موجودة ممكن تكون هيديله مثلا يوم ولا يومين فرصة على ما هيقدر يوفرن لأنه أنا سألت ناس كتير جدا التطعيمات دي ناقصة عند ناس أطفال كتير لسه ما خدتهاش بنتابع طبعا موجودة في العيادة عندي وموجودة في الصيدليات الكبيرة تمام يعني أقدر أخذها من الصيدلية الدكتور بيكتبها لي ممكن موجودة في العيادات الـ private عند الدكتورة ممكن لو طلبتي ده بس هو بيحضره لك وبعد كده بيديه لك لا بس أنت لازم تبقى عارف أنت هتأخذي إيه أنت إيه اللي المفروض تديه للطفل ما هو فيه تطعيمات كتير فيه الجديري فيه الروتافيروس بتاع النزلات المعوية كن لها الوقت بتاعيه بالضبط لازم تبقى عارفة إيه نوع التطعيم ومدته هتديه كم مرة عشان يبقى فعلا نشتغل لإن أنا ممكن أعرف أن أنا لازم أديه لتطعيم المكاورات الرئوية ده بيتاخد مثلا على ثلاث مرات الفاصل ما بينهم شهرين قبل سنة يعني أنا أفترض أن إحنا أديناه لعند الشهر التاني والشهر الرابع والشهر السادس أنا لو أنا أم مش عارفة أن أنا لازم أعمل كده ولازم أمشي بالسيكوانس ده ولازم أسجل عندي أنه أخذ التطعيم الأولاني في الوقت الفلاني فيبقى بعد شهرين هيبقى اليوم الفلاني فأروح أجيب التطعيم وأديهوله ده مهم لأنه لو بفاصد جرعة منهم يعتبر أنه إحنا ما خدناش كامل التحصيم فيبقى إحنا كده بعد كده تيجي تقول لي ده بجاله نازلة شعبية وأنا مديهله للتطعيم فلاقها تدات له جرعة واحدة مثلا يقول باقي نسيت أو سفرت فبس فلازم تبقى عارفة إمتى التطعيم بيتاخد وإيه التطعيمات اللي المفروض تتاخد وإيه اللي موجود عندها في وزارة الصحة هي أورادي خدته وإيه اللي نقصها عشان تكمل مناعة ابنها يعني حضرتك كلمتنا عن الالتهاب الصحائي والوقاية منه هيكون المصر اللي حضرتك تكلمت آه آه وهو متاح من سن شهرين دلوقتي يعني ممكن من بعد شهرين ويمكن كمان بالزبط دايركت بعد ستة أسابيع من الولادة ممكن الأطفال تاخد تطعيم الالتهاب الصحائي إحنا زي ما قلنا لحضرتك إنه في حالات فعلا كانت موجودة بالفعل كان عندها الالتهاب الصحائي وتم الشفاء منها تمام وأي ظهور بقى لأن الناس بتقلق جدا وفي حالات وفيات برضو يا جماعة يعني في حالات برضو وفيات ما هو الالتهاب الرئوي أنا بقول حراريك أقل يعني أقل من الخمس سنوات في أمريكا في حالات وفيات من الالتهاب الرئوي ففي حالات وفيات الفكر بقى في التشخيص الصح والعلاج الصح وإمتى يعني نعمل دا إمتى أنا دلوقتي عندي نازلت برد خلاص روحت صيدلية جبت داوة بسيط وديته للطفل فالطفل ستيل تعبان فجبت داوة تاني فبعد شوية لقيت الطفل تعبان جدا وبدأ يزرق وبدأ ينهج فالما يفروض أنها روح للمستشفى واعمل الفحوصات اللازمة عايزين نتكلم عن انفلوانزل خنازير آه الـ H1N1 آه تمام آه دي دا بصي بقى انفلوانزل خنازير دي اللي هو احنا هي دا الاسم الشائع ليه هي اسمها بقى كده هو أنا بسمع أنا أسفا بتخدم اسمها يعني هو اسم كبير قوي يعني الواحي تحدث من الموضوع كل الناس بتخاف من الاسم عشان هو اسم كده كبير ومجعلص ويخوف فهو لا هو H1N1 دا هو نوع الفيروس اللي بيصيب الإنسان فيسبب له الحاجة اللي هي اللي احنا بنقول عليها انفلوانزل خنازير لكن هو نوع من الانفلوانزل احنا اللي مسميينه كده لكن هو في الكتاب مكتوب H1N1 بعد سنة 2010 دا جي منين أصلا الناس المكسيكان والإيطاليان بيربوا الخنازير فهي دا نوع شائع بالنسبة للانفلوانزل زي انفلوانزل البشر دا نوع شائع الفيروس دا بيتنقل ما بين الخنازير وبعض ودلوقتي يتطور وبقى يتنقل للانسان فحتى دلوقتي في منظمة صحة العالمية ما بقوش يكتبوا H1N1 بقى يكتبوا H1N1V VD for variant يعني ان هو متحور ومتشكل وممكن يتنقل ما بين الطيور ما بين الخنازير ما بين الانسان فبقى يتنقل للانسان وفي حالات موجودة في حالات موجودة نفس خطورة الالتهاب الصحائي؟ لا الحقيقة يعني التهاب الصحائي لان انت بتشتغل يعني التهاب الصحائي بيضرب او بيشتغل في حتة يعني very foreign حتة في المخ السحية بتاعة المخ الاخشية المخاطية اللي فيها البطانة بتاعة المخ اللي بيشتغل فيها انزيمات المخ فلا ده اخطر طبعا الحقيقة يعني لكن انفلوانزل الخنازير هو انفلوانزل عادية اعرضها العادية ارتفاع درجة الحرارة شوية رشح شوية كحة بنطول شوية في ارتفاع درجة الحرارة يعني موضوع قصيت الاسم بس هو اللي بيش الاسم هو اللي ضخم والتحصين منه موجود مصد الانفلوانزل العادي اللي موجود في كل الصيدليات ده التحصين الوحيد من من ال H1N1 برضو يعني بيتنقل عن طريق ايه او الاعراض بتاعة التنفس الرزاز هو عدوى جهاز التنفسي في الاساس فهو زي معظم انواع العدوى بتاعة الجهاز التنفسي ما بينها وما بين البرد العادي ازاي؟ ارتفاع مش بينزل بدرجة الحرارة درجة الحرارة فيه مش بتنزل بخوافض الحرارة زي الالتهاب السحائي كاف متكرر كحة مستمرة احيانا بتوصل لترجيع احنا مع الاعراض ما بين يومين وتلات ايام لو هو برد عادي الامور بتبدأ تتحسن بالسوايل وخوافض الحرارة لكن الامور بتسوق انا بنصح في الفترة دي عشان احنا شفنا حالات كتير فعلا H1N1 في الفترة الاخرانية لو دكتورك قالك يروح يعملي نزل سواب مسحة من الانف او مسحة من الحلق عشان نعرف ايه نوع الفيروس لان فيه كتير زي ما قلنا فيه الهيربس فيه الانفلوانزا فيروس فيه الفاريسيلا زوستر فيروس فيه الانفلوانزا H1N1 H1N2 H1N3 فيه كذا نوع من انواع الفيروسات عشان نعرف هو ده تحديدا ولا لا مفيش تحليل اخر غير ان احنا ناخد مسحة من الانف او مسحة من حلق الطفل بتقولي ان ده H1N1 ده لازم يتشخص عشان يتعالج لان ده علاجه حاجة واحدة دواء معين هو التامي فلو او التامي نيل هو ده اللي بيتاخد في الحالات دي مش المضاد الحيوي ولا مضاد الفيروسات العادي فدي حالة لازم تتشخص لو تشخصت بتتعالج بمنتاس ولو الطفل يبقى كويس خالص لو ما تشخصتش وعملين ندي بقى مضادات حيوية ومضادات فيروسات والطفل اساسا عنده فيروس احنا مش بنديله علاجه فالاعراض بتتفاقم وممكن توصل للتهاب ريا وعنيف طب حابين نعرف من حضرتك ايه الفرق من يعني حد عنده برد مثلا فبيبقى التهاب بكتيري او فيروسي ايه الفرق ما بينهم وماذا خطورة كل واحد تمام الفرق ما بين الاصابة بالفيروس او بالبكتيريا هو احنا في البدايات في 13 ساعة يمكن الاولانيين ما بيبقاش بين اوي دي عدوى فيروسية ولا عدوى بكتيريا بالنسبة للام لكن الطبيب ممكن يشخص ده بسهولة لما بنقعد الـ 12 ساعة الاولانيين وبعد كده بنبدأ انسخنية تظهر بيبدأ الرشح شغال معانا على طول بتبدأ الكحة موجودة بيبدأ فيه صداع شوية بنبدأ نروح للدكتور الدكتور وارد ان هو يطلب مننا تحليل زي صورة الدم الكاملة والـ CRP اللي هو تحليل المكروب من خلاله ممكن يقدر يحدد الدور ده فيروسي ولا بكتيري من خلال التحليل لو قدر يشخص ده فيروس ولا بكتيريا خلص العلاج بقى بيبقى هنا سهل غير كده كمان الطفل اللي عنده برد بسبب فيروس غير الطفل اللي عنده برد بسبب بكتيريا الطفل اللي عنده بسبب بكتيري للبرد بيبقى لونه توكسك يعني بيبقى لونه شاحب اكتر من التاني بيبقى نشاطه اقل بكتير من التاني بيبقى طلبه للأكل وشهيته اقل من الفيروس طب حابة اعرف من حضرتك اهمية فيتامين ديلا اه فيتامين دال ده بقى قصة احنا فيتامين دال ده احنا مش بنحددين الجرعات بتاعته من عندنا دي وحدة دي بالوحدات الدولية المتفق عليها دوليا ان كل الاطفال في العالم من سن صفر يوم يعني سن اول يوم في الولادة يبدأ ياخد فيتامين دي فيتامين دي مهم عشان العظم مهم عشان السنان في تكوينهم المستقبلي بأمر الله طبعا فيتامين دال له مصادر تانية من اول يوم احنا فيتامين دي فيه فيتامين دي نقط موجودة بناخدها كل يوم جرعة وقائية اربع نقط يوم واحد من عمر يوم لحد ست شهور بياخد اربع نقط مرة واحدة في اليوم بالفم هي قطارة بناخد أربع نقط مرة واحدة في الفم ست شهور استطاع conhecere من الست شهور لحد سنة تم ارطا ممكن ندي ست نقط مرة واحدة في اليوم لمدة ست شهور لحد من تم سنة من سن سنة لسن سنتين من tänصح اننا ندي عشرة نقط مرة واحدة في اليوم كل يوم للأم developmental الام الام كمان نعايما تاخد فيتامين دي لأنه مهم جدا فالفايتامين دي مهم موجود في الشمس كل يوم احنا بنقول للناس يا جماعة طلعوا الولاد ما تخافوش عليهم الكمكمة والنوم في البيت والتغطية بالبطاطين والعاجات دي بتتعبهم أكتر طلعوهم في الشمس ياخدوا فيتامين دي من الشمس هم نشوف حالات ريكتز حالات اللي هي بيقولوا عليها الكساح بسبب نقص فيتامين دي طيب حضرتك شايف أن فيتامين دي مثلا لحد سن يعني أنا أفضل أدي للطفل بتاعي لحد سن سنتين لحد سن سنتين ممكن نبدأ نديه فيتامين دي وبعد السنتين الأكل بقى في عندنا أكلات بقى يعني أي طفل مدة الفيتامين سنتين بس سنتين الأولانيين في حياته دول من داتوري يعني لازم هياخدهم هياخدهم بالجرعات اللي اتنا قلنا عليهم في بعض المدارس يعني كل كل مجموعة من الدكاثرة بديهم مدرسة خاصة بيهم يعني فيه دكاترة أو بعض منهم يعني بيقول أنه الطفل هياخد فيتامين دي لحد سن خمس سنين الكلام ده صحيح؟ وبقول لحضرتك وانت حامل خدي فيتامين دي وانت بقاعدة معايا دلوقتي يخدي فيتامين دي أربع نقاط مرة في اليوم ست شهور التانين ست نقاط مرة في اليوم من سن سن لسن سنتين ممكن عشر نقاط مرة في اليوم بعد كده ممكن ندخل أكلات بقا فيها فيتامين دي أو ناخد فيتامين دي هو حاجة مش هتبقى مضر يعني لا إحنا كلنا إن شاء الله اللي عنده قبلات بقى يجي لحضرتك إن شاء الله آه تنوروني الله يخليك إحنا حلقتنا مع الأسف الفقرة بتاعتنا خلقت آه طبعا أكيد هيكل لنا فقرات لأن حضرتك في موضوعات كتير طبعا الأطفال يعني ما بيخلصوش مشاكلهم والكلام ده كلنا عارفين طبعا نورتني يا دكتور إن شاء الله بإحنا حضرتك تكون معينا في حلقة تانية نفيد الناس في موضوعات مهمة للأطفال أكيد أكيد آه كان معي دكتور محمد متولي أخي صائي طبعا الأطفال حديث الولادة آه عضو الجماعية المصرية لطبعا الأطفال بشور حضرتك كفاني عفوا شكرا آه خلصت فقرتنا آه انتظرونا آه ابقوا معنا ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حواراتنا آه فقرتنا أنها آه الفقرة التانية هتكون آه عن آه تطهير المقابر اللي شاهدناها للفترة اللي فاتت آه طبعا كلنا شاهدنا آه حملات آه حملات آه شاننا حملات في بعض المحافظات علشان آه لتطهير يعني المقابر طبعا آه لقوا فيها خيرات آه من خيرات الأرض يعني آه وأسفة جدا إن أنا بقولها بالطريقة دي ولكن قد إيه فيه ناس بتحب تأذي غيرها قد إيه فيه ناس بتحب آه يعني آه بتعمل مشاكل آه لناس ثانية يمكن تعرفها أو ما تعرفهاش يعني إحنا مش عارفين المصلحة مصلحتهم إيه آه خليني آه آه يعني أتكلم عن بعض المشكلات اللي لقوها آه فيه سور المفروض نعرضها دلوقتي أستاذ محمد آه بيفتحوا المقابر آه بيلاقوا فستان عروسة آه فستان عروسة آه يعني آه قد إيه إحنا آه مع الأسف يعني إحنا للدراجات دي نعرف نقذي آه دول الأشخاص اللي قاموا بعملية تطهير آه آه إحنا المفروض طبعا فيه شخص آه نكنله كل الاحترام آه والتقدير آه آه يعني الشيخ آه آه يعني الشيخ آه يعني الشيخ آه يعني الشيخ آه يعني اللي قام بعملية تطهير آه عبد الرحمن آه صانجك من محافظة سوهاج آه ف ف يعني إحنا عايزين نعرض بعض بعض الورق اللي زي ما حدراكم شايفين مكتوب عليه مكتوب عليه إيه 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 طلاصم آه بعض الحاجات اللي قد ايه احنا يعني بنستخف بالناس واروحهم وعروسة عروسة قدامنا يا جماعة عروسة في ناس كده يعني مستفيد ايه طب هتروح لي ربنا تقوله ايه يعني طب انت تعرف ربنا اصلا احنا دلوقتي معنا مدخلة من الشيخ الشاب عبد الرحمن صنجك من محافظة سهاج اللي قام بعملات التطهير السلام عليكم وعليكم السلام ازاي حضرتك كيف انت اشتزامونا ربنا يبري فيك يا رب اهلا بيك جميع الشعب المصر بخير يا رب ربنا يخليك يا استاذ عبد الرحمن عايز اقول لحضرتك بجد بنشكرك يعني عن لسان ناس كتير جدا حضرتك جات لك الفكرة ازاي والله حضرتك انا يعني كنت في المقابر عن دينا وكذا يعني عصرت ما يقارب عن عشرات الاسحار والاعمال فقلت يعني انا والشباب اللي معنا في نفس المركز مركز المراضة محافظة سهاج ان احنا يعني عايزين نقوم بحملة تنظف المقابر يعني تخص المقابر بتاعت المركز فقط يعني لا غير يعني بس في حضرتك يعني لما قمنا بالحملة فيعني لقنا عشرنا على ما يقارب عن 385 سحر بمقابر المركز اكبر مقابر بمركز المراضة عندنا يعني منهم اللي هو معمول على فستان عروسة واللي معمول على هدوم اطفال واللي معمول على ملعب الساخلية ويعني كده فحياتي يعني حية صعبة وقسم بالله يعني طب كنت حابة عرف من حضرتك الفكرة جات لك يعني كان في سبب ليها ولا يعني حضرتك كنت حابة بتعمل الخير بس لمجرد انه على ضراية انه ممكن يكون فيه اعمال داخل المقابر والله حضرتك انا لقيت يعني زي ما قلت في حضرتك كده من داخل المقابر من جوه تمام انا بدفن يعني كده مهوك وكده فلاقيت داخل المقابر يعني فكانت الحاجات داخل المقابر بس فجأت الفكرة طبعا ان انا والشباب اللي معايا وكده وزي ما قلت لحضرتك يعني تقريبا الفريق اللي مع حضرتك قد ايه يعني هو تقريبا ما يقارب عن سبع او ثمن اشخاص يعني اللي احنا قمنا بالحملة فاي قرية بننزل فيها او اي مركز بننزل فيه تمام بنلاقي الشباب كله معانا والناس بتساهم معانا يعني ناس القرية او ناس المركز بتساهم معانا يعني في الحملة وكده اه على مستوى محافظة سهاج ولا ممكن يبقى فيه محافظات ثانية بيتمي كده تفضيل والله هو احنا احنا ناس كلمتنا من عصان حضرتك وناس كلمتنا من لقصر وانو يعني ان شاء الله باذن الله هنعمم الحملة على مستوى الصعيد كله باذن الله يعني ان شاء الله هل الحملة مدعمة يا فندم ولا يعني مجهولات ذاتية لا حضرتك ما فيش حد بيدعمنا ولا نتمل اي ضائفة ولا الاوجاف ولا اي حد احنا مجموعة شباب بس يعني حضرتك اخدت تصريح من الجات المخصصة بداية في بداية الامر حضرتك انا اخدت تصريح من الامن العام ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب الامن العام عندنا في صهاج في المحافظة جبل ما اتحرك يعني لاننا الحاجات دي لازم تصريحه وكده يعني احنا ما بنفتحش قبور الحاجات دي يعني بندور عليها كده واحنا ماشيين بنشتغل عشوائي يعني بفضل ربنا يعني بيعرف الاماكن اللي هي بيتوجد فيها السحرة او السحر اللي بيتفهم في الاماكن يعني لان انا دخلت مقبرة قبل كده وحفرت كده كان دفن السحر تحت رس الماء طيب انا عايز اعرف من حضرتك يعني وجهة نظرك ازاي بيتم دفن الاعمال داخل مقبرة وفيها موتى يعني مين اللي بيفتح لهم المقبرة وازاي ما بيبقاش فيه عقابلي هو حضرتك بيبقى المقبرة او قد بتبقى مفتوحة ومهجورة يعني ما يقارب لها سنة او لها شهور كده مفتوحة يعني فلما بيجي مثلا بيلاجي المقبرة مفتوحة وكده بيدخل اللي هو السحر نفسه بيدخل المقبرة داخل المقبرة وكده وبيدفن العمل ده تحت دماغي الميت لانه مثلا لما هيجي مثلا احد يعني بعض الاشخاص يموتوا وكده هيدفن تحت دماغه فبالتالي مش محدش يعرف يوصل للعمل اللي هو عامل او السحر اللي هو عامل فبالتالي مش هيتسك أبدا يعني فاحنا بننظف المقابر وكده اللي هي مهجورة ما يقارب لها سنة او شهور فاحنا بننظفها يعني ان شاء الله يعني طيب يا فندم انا ليه سؤال عند حضرتك يعني بما ان حضرتك بدأت بالفعل في تطهير المقابر هل بعد ما حضرتك اكتشفت كم من الاسحار او يعني التلاصم والاوراق الموجودة والمكتوبة بهذا الشكل يعني كنت حابة اعرف من حضرتك هل كده يجوز العمل ولا كده يتفك عن اي حال لا هو كده بطل هو كده العمل بطل العمل طالما تفك من مكانه طالما طلع لو كان مدفون بيبقى خادم السحر بيبقى موجود عليه طالما طلع من المكان اللي هو مدفون فيه كده خلاص بطل يعني بس فاحنا بنبقى يعني مثلا ان احنا بنطهر الحاجة دي بنجيب ماء يعني ونقرأ عليه اللي هي الرقية يعني حضرتك بتعدموا يعني اه اه تمام ولو في ملابس كده بنحرقها يعني وكده يعني حضرتك اكيد تسببت الخير كتير لناس كتير بكم الاعمال اللي موجودة لما يتم تطهير جميع الاعمال اللي موجودة في هذا المكان يعني اعتقد انه ناس كتير هيبقى الموضوع بالنسبة لهم والله هو حضرتك احنا ناس كتير بشارتني يعني انا عندك فستان العروسة ممكن حضرتك شفتيه اه شفت تماما انا فستان العروسة ده انا لجيته مخور فستان فرحها بس عشان انا مش عارب اهي السورة معانا استاذ محمد اوكي اه فستان عروسة يعني فستان عروسة اه تخيالي حضرتك ان الفستان ده يعني يا جماعة ايه مفيش بعد كده الفستان ده حضرتك كانت واحدة عاملة لاختها لاختها يعني شف واصلت لحد فل انه دي كلمتني اصلا صاحبة فستان نفسها كلمتني جلمتني بعد ما العمل بتاعها تفكيو كده قبل عائلة ما يقارب عن ثلاث اعمال معمولين على على الفستان وكده ايه هو معمولها بالطلاق ومعمولها بالمرض والموت وكده يعني ممكن فهي بتكلمني بتقول لي تخيل انه اللي عملتلي العمل ده اختي مه اللي عملتلي العمل ده اختي لانها هي اللي كانت معاها في الكوافير وكده وهي اللي ثابت البضاجة بتاعتها تعم في الكوافير فما رجعتش في وسطان دفعت ثمنه واخدت وعملت عليه الأعمال والأصحار في أي قطص يعني من الأصحار اللي حضرتك شفتها كانت من الحاجات القوية قوي اللي شدتك يعني تتتعى لأصحابهم اتفضل احنا كنا في حاملة ما يقارب من 3-4 أيام في قارية من قرى مركز المراغة لجينا سحر معمول من حضرتك شفتها عندك مكتوب باسم إبليس الرحمن الرحيم ده أكبر ده أكبر سحر لجينا متواجد يعني في المقابر كان مزفونه وكده وكان ما يقارب عن فيه 26 أو 27 إبرة اللي هو بيبقى معمول بالمرض يعني كان معمول بالمرض لشخصه وكده وكان مكتوب اسم الشخص اللي هو معمول السحر ده وكده يعني تمام فأنا بتكلم يعني على اسمه وكده فكان أخو الشخص ده جاعد جامد يعني وحنا بنفك الأعمال والأصحار وكده فكان أخوه جاعد يعني فبيقول لي ده أخويا فالمهم يكلمه فكان فعلا يعني مريض إنه هو الكليتين بتوعه ولا يزو بالله يعني بيزينه وكده ربنا يعفى عنه إن شاء الله تمام أنا نضقت من أول ما نضقت الاسم يعني فهو تعرف يعني أن الشخص ده وطلع مريض يعني فعلي فكلمني بعدها حضرتك ما يقارب عن 3 أو 4 أيام كده كلمني إنه هو الحمد لله أنا عمل تحليل وكده بعد ما العمل اتفك بتاعه فكلمني الحمد لله إنه ربنا أراد يعني وكده والحالة استجابت للعلاج يعني الحمد لله يعني طب لربه بشكر حضرتك فضلت الشيخ وإن شاء الله تكون معينا في لقاءات بإذن الله في السودو وطبعا كل دعواتنا لوالدة حضرتك إن شاء الله ربنا يشفيها يا رب اللهم أمين ربنا يعز بك زمنا ربنا يحفظك ربنا يخليك بشكر حضرتك يا جماعة نصيحتي لكل شخص إحنا داخلين سنة جديدة يا رب تبقى سنة سعيدة علينا كيف هي حقد وغل وكره وبعد ونعمل بالتفريق ونعمل بالبعد ليه يعني إحنا مش مستفيدين حاجة في النهاية كلنا رايحين هنتحاسب هنتحاسب على كل اللي بنعمله مش عايز أبدأ معاكم سنة جديدة بحاجات زي دي ولكن طبعا الموضوع كان كبير جدا إن شاء الله نجيبه لكم التفصيل ونجيب حلقة كاملة عن مع شيخنا يعني إن شاء الله وعن السحر خلصت حلقتنا النهاردة إن شاء الله كان نهاية الموسم الثاني لبرنامج رؤيا بإذن الله انتظروني في الموسم الثالث هستنى اقتراحكم موضوعات كتير تهموكم إن شاء الله في أولى حلقات الموسم الثالث انتظرونا الإسبوع القادم إن شاء الله كان معكم منا صالح شكرا